شابتر اتنين الانتر ميليكولر اتراكشن فورس قوى الجذب الداخلية بين الجزيئات ومعانا المحاضرة الرابعة الهايدروجين بوند وهو تاني نوع من انواع الانتر ميليكولر اتراكشن فورس بتتكون ازاي الهايدروجين بوند؟ بنقول when hydrogen bond is covalently bonded to a highly electronegative element such as floor oxygen or nitrogen يعني لما زرة الهايدروجين ترتبط بربطة تساهمية مع زرة اعلى منها في السالبية الكهربية ولتكن الفلور او الاكسوجين او النيتروجين بنلاقي الهايدروجين اتم بتاخد شحنة موجبة جزيئية والزرة الاعلى منها في السالبية الكهربية بتاخد شحنة سالبة جزيئية في حال وجود الجزيئ اللي بيحمل شحنة موجبة جزيئية جنب جزيئ تاني بيحمل شحنة سالبة جزيئية بتتكون ما يسمى بالهايدروجين بوند بين زرة الهايدروجين اللي واخد شحنة موجبة جزيئية وبين الزرة اللي أعلى منها في السالبية الكهربية اللي واخد شحنة سالبة جزائي عندي خصائص مهمة جداً للربطة الهيدروجينية بنقول إن الربطة الهيدروجينية ممكن تحصل بين الجزائيات بعضها وبعض وفي الحالة دي بيبقى اسمها Inter Molecular Attraction Force قوة جذب داخلية بين الجزائيات مش كده وبس دي ممكن تحصل كمان جوة الجزائي الواحد وفي الحالة دي بيبقى اسمها Inter Molecular Attraction Force دي E-R-D-R-A Inter Molecular بين الجزائيات بعضها وبعض أو Inter Molecular بين بعض أجزاء الجزائي الواحد Inter Molecular Hydrogen Bonding دي بتكون Responsible بتكون مسؤولة For High Boiling Point of Water ارتفاع درجة حرارة غليان الماء نتيجة وجود قوة الجذب المسمى بالهايدروجين بوند او الروابط الهايدروجينية اخر معلومة الهايدروجين بوند ممكن تحصل في الجزائيات الغير عضوية In organic molecules such as water زي المية وممكن تحصل كمان بين جزائيات الorganic molecules المواد العضوية زي البروتينات